الحمد لله لا شبه له ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله للخلق كافة من الإنس والجن والملائكة اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهرٌ مطهرٌ معطرٌ منور من اسمه مكتوبٌ مرفوعٌ موضوعٌ على اللوف والقلم شمس الضحى بدر الدجاء نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محبوبٌ عند رب المشيقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماده صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد نفتاه باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلاماً دائمين بدوان ملك الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسيها بتقوى الله آمان فقد فاز المتقون بخير الدنيا ونعيم الآخرة ومن تقوى الله سبحانه وتعالى تعظيم ما عظم الله وأعظم شيءٍ وأعظم شعيرةٍ من شعائر الله هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علامة التقوى تعظيم ما عظم الله وأعظم شعيرةٍ لله هو النعمة العظم المهداة لهذا الوجود أعظم مولودٍ برز لهذا الوجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله الله رحمةً للعالمين رحمةً لأهل الأرض ورحمةً لأهل السماء قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين أرسله رحمةً للوجود بأجمعه فأعظم هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى عظمه وكرمه وجعله أفضل عبيده فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله وهو أفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرح الله صدره وجعل صدره مشروحاً للقرآن العظيم ووقعت له واقعة شرح الصدر أربع مرات في صغره وقبل إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى شرح صدره ورفع ذكره فما من موطن يجب فيه ذكر الله إلا ويجب فيه ذكر حبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من موطن يندب فيه ذكر الله إلا ويندب فيه ذكر حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد رفع الله ذكره في الأرض ورفع ذكره في السماء بل وجعل الجنان شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله فما من باب في الجنة إلا وعلى أعلاه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله رفع الله ذكر هذا النبي العظيم وجعل في قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد جعل هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشعار الأعظم للرحمة ومن تلك الرحمة خلق الله الأنبياء خلق الله المرسلين خلق الله العباد الصالحين من هذه الرحمة التي عمّت الكون كله رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم سيدتنا فاطمة الزهراء البتول هذا الدعاء المبارك الذي فيه التوسّل بالرحمة يقول لها يا فاطمة قولي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي وإلى أحد غيرك طرفة عين برحمتك أستغيث ومن هو الرحمة الرحمة الذي ذكرها الله في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة التي ذكرها الله في القرآن في قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته رحمته من حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبذلك فليفرحه فإظهار الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى لأن تعظيم الحبيب محمد من تعظيم الله وتوقيره من توقير الله سبحانه وتعالى وذكر النبي محمد من ذكر الله سبحانه وتعالى فمن أعظم أذكار الله الصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذه مظاهر الفرح التي تكون في شهر ربيع الأول مظاهر يحبها الله ويحبها نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ أن ما يحب المظاهر العظيمة لهذا النبي العظيم وتعظيم هذا النبي العظيم والإكثار من الصلاة على النبي العظيم إلا من كان من أهل السنة والجماعة ومن لم ينشرح قلبه بتعظيم النبي وتوقير النبي وكثرة الصلاة على النبي دل على أن في باطنه شيء من النفاق دل على أن في باطنه خروج عن أهل السنة والجماعة والعياذ بالله فهذا هو الحد الفاصل بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في هذا الزمان الذي كثر فيه الإفتتان وكثر فيه من يتكلم في الدين من النسوان والصبيان بغير علم وإنما العلم المحمود هو المتصل بالحبيب محمد الحامد المحمود هذا العلم الذي أثنى الله عليه في القرهان هذا العلم الذي أثنى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديثه العالي الشان وهكذا ينبغي لنا أن نبحث عن ذلك العلوم التي ينبغي لنا أن نتعلمها فإن كل علم ليس مستند إلى علم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه علم منقطع فإنما العلم الذي ينبغي لنا أن نعتني به هو العلم المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعز عليه كل ما تكون في أمتي من شتات ومن أذى ومن بلاء فلهذا عندما أراد الانتقال للرفيق الأعلى ما أهمه من أمر نفسي شيء إنما أهمه من أمر أمته فقال في آخر سكرات الموت وهو ينازع الموت يقول أمتي أمتي يناجي مولاه سبحانه وتعالى في من في نفسه لا في أمته حتى أتاه جبريل الجليل ويقول له إن الملك الجليل يقريك السلام ويقول لك إنا لن نخذيك في أمتك فاطمأن قلب الحبيب محمد فاختار الرفيق الأعلى فكان آخر ما تكلم به الرفيق الأعلى لأن الله قد خيره بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى الرفيق الأعلى فكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم الرفيق الأعلى والله سبحانه وتعالى شرح صدره ويسار أمره وأعلى ذكره وجعل ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تقضى الحاجات وتستجاب الدعوات فإن من أقرب الوسائل ومن أعظم الوسائل لاستجابة الدعوات أن تجعل في أول دعائك الصلاة على النبي محمد وفي أوسط دعائك الصلاة على النبي محمد وفي آخر دعائك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب أي لا تقتصر في الصلاة علي في آخر الدعاء فقط بل اجعل الصلاة علي في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أكثر منها لم تصبه حاجة لم تصبه فاقة وكان في أمان من جميع البليات والأذيات والفيروسات التي اشتكى منها الناس لهذا الزمان فإن الاكثر من الصلاة على حبيب الرحمن هو أعظم أمان مما يشتكي منه الثقلان وكلما أهمك أمر أو نزل بك أمر أو نزلت بك حاجة أو فقر أو شيء من الذي يكدر على الإنسان في حياته فلو أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لرأى الأمان في الحال وكثير من وقعوا في مصائب وكثير من نزلت بهم الأديات وسلموا من الغرق في البحار فرأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم أكثر من الصلاة علي وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الفيروسات رأى بعض الأخيار من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له كيف الخلاص من هذه البلية يا رسول الله فقال خلاصكم من هذه البلية الاكثار من الصلاة علي فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكشف الله بها الهموم والقموم كما قد ورد عن سيدنا أبي بن كعب قال يا رسول الله إني يكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة ربوعها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال ثلثها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال نصفها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال ثلثها قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك فقال سيدنا أبي إِذَنْ وَاللَّهُ أَجْعَلُ لَكَ كُلَّ صَلَاةٍ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَفَرِحَ مِنْهُ النَّبِي مُحَمَّدَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَبَشَّرْهُ بِأَرْبَعْ بِشَارَاتِ فَقَالَ لَهُ إِذَنْ تُكْفَى هَمَّكْ وَيُكْشَفْ غَمُّكْ وَيُغْفَرْ ذَنْبُكْ وَيُقْضَى دَيْنُكْ بِبَرَكَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي مُحَمَّد صلى الله عليه وآلِهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ تُنَالِ المطالب فأكثرون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآلِه وَسَلْمْ في شهر ميلاده ينبغي الاكثار اكثر من بقية الاشهر احتفالا واستعدادا لهذا الشهر العظيم شهر ربيع الاول الذي عظمه الله وشرفه بوجود الحبيب محمد في ذلك الشهر العظيم فانه لم يكن يعظم في الزمن الماضي اذ ان الاشهر الحرم لو وجد فيها لقولنا انها قد عظمت من قديم الزمان لكن ربيع الاول لم يكن معظم انما عظم بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعظم الله وعظم حبيب الله وعظم كل ما ينسب لله وكل ما ينسب لحبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالله يجعلنا وإياكم من المجددين بهذا النبي العظيم من المحبين لهذا النبي العظيم ويجعلن وإياكم من المتبعين له في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات فقد قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصده لعلكم ترحمون وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستهد بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الغسر يسرا فإذا فرغت فانصد وإلى ربك فرغم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم وإلى ربك فرغم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوة أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه الذي ذاتعشق الأرواح وتحن إليه القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلم على سيدنا ولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار وتأحباب اليسار صلِّ اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسيا بتقوى الله فقد لا إله إلا الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فعيشوا على التقوى وموتوا على التقوى فإنه أعظم زادٍ في السر والعلن والنجوة والله يوفقنا وإياكم لتقوى في السر والعلن في الظاهر وفي الباطن ولا يكون لنا وجهان وجهٌ بين الله فنجعل وهونا الناظرين ووجهٌ بين الناس فيرانا الناس كأننا من المتقين والعياذ بالله فذو الوجهين مبهوض عند الله ويقعد يوم القيامة واحد شكيه صاقت نسأل الله العافي والسلامة لكن الإنسان يكتد في التوبة في كل أوان خصوصا في أوقات الاستجابة خصوصا في أوقات الأسحاء كل ما أحدث ذنبا يذكر أن له رب يغفر الذنب فيأخذ به فانت يرجع إلى الله فإن العبد إذا رجع إلى مولاه واستغفر قال له المولى عبدي علم أنه له رب يغفر الذنب ويخذ عبدي قد غفرت لك فجدد دائما استغفار فإن في القفو بإستكثرة الاستغفار أمان مع انكسار مع تذلل مع تذار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى وأكثر من الصدقة في السر والإجهار خصوصا في أزمان الفيروسات والبليات فإن فيها شفاء من جميع الأمراض فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أمهالكم بالزكاة فكل من أصيب ببلاء أو مرض أو فيروث يتصدق لله صدقة فإن تلك الصدقة يشفى ببركتها وتدفع عنه البليات فليقدم قبل أن يأتيه المرض صدقة فإن تكون له حماية وإقاية وبكسين من هذا البلاء النازل من الأرض أو الخارج من الأرض أو النازل من السماء وأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنها أمان من جميع البليات فلو صبت السماء صبت السماء فيروثات لكان المكثر من الاستغفار والمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان لا يصيبه أذى ولا بلاء ببركة الاستغفار للعزيز الغفاء وبركة الاكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الماحقة سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا سماها الماحقة لأن تمحق الذنوب فلا تبقي في صحيفة سيئاتك سيئة فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه كيف لا نكثر من الصلاة عليه وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مصبراً وآمراً تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا أولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فالعالمين إنك حميدٌ مجيد وارغوا اللهم عن صائر أصحاب رسول الله سوصٌ ساذاتنا ذو القدر العابل أبي أكرر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدين شباب أهل الجنة بمحمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما فأطمت الزهراء البتول فضعت مولانا الرسول وعن أمي محبوبة الرسول سيدنا خذية الفضل محبوبة الرسول من خصها الله بالسلام وفاق سبع سماوات وبشرها بكسر في الجنة من قصف لا صخب فيه ولا نصف وارضوا اللهم عن سائر أزواج رسول الله وعن سائر أصحاب رسول الله البيت رسول الله المهاجرون مع رسول الله وأنصار رسوله وعلى من تبعوا بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا آتنا في دنيا حسناتنا في الآخرة حسناتنا وقعنا عذاب النار ربنا لا أزل قلوبنا بعد أذاته ربنا لا من أذنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أخل لنا وإخوانهم يسببون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف الرحيم اللهم صلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاح صلاح للإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من فيها لكن صلاح للإسلام والمسلمين اللهم انصرنا منصر بنا منصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين اللهم فرجع المسلمين اللهم صلح أمتهم ولانا محمد اللهم فرجع أمتهم ولانا محمد اللهم صلح أمتهم ولانا محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخذة من عذاب النار ربنا اغفر لنا وخيرنا ونسبقنا بالإيمان اللهم لا لا تواخذنا لن نسينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا صلا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يمر بعد الإحسان وإتاء بالقرب وانعرف أشياء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزيدكم ولا ذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون